شاركت مصر في المؤتمر الأول المشترك لوزراء الهجرة والعمل لدول مجموعة الكوميسا الذي انعقد في العاصمة الزنبية لوساكا على مدى أربعة أيام وقد تم ترشيح مصر لإلقاء كلمة بالنيابة عن الوفود المشاركة بالمؤتمر ووجهت خلالها الشكر لحكومة زنبية لرعاية واستضافة وتنظيم المؤتمر هذا وأشهد ممثل منظمة الهجرة والعمل الدولي بالتجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية وطالبوا الاستفادة منها كما أبدى عدد من دول أعضاء مثل كينيا وزنبابوي وجزر القمر والصومال استعدادهم للاستفادة من التجربة المصرية وتبادل الخبرات في هذا الملف الهام